طريقة تصوير جديدة قد تكون السبيل الأفضل للكشف عن سرطان الثدي وعن التغيرات الأولية التي تحصل في أنسجته الطريقة هذه المسمات بإلاستوغرافي قد تلغي المفاهيم السابقة التي كان يعتمد عليها في تشخيص هذا المرض بدءا من الفحص السبيري ووصولا للتصوير بالماموغرام تعد تقنية إلاستوغرافي نوعا من أنواع التصوير بالموجات فوق الصوتية وهي تعتمد على قياس مرونة الأنسجة في الثدي وحجمها ودرجة صلابتها أيضا وتستطيع هذه التقنية التفريق بين الآفات الحميدة والخبيثة كما تقلل من الحاجة لأخذ عينات حية سواء بطريقة التقليدية أو الطرق الحديثة لأخذ الخزعة وبحسب الأطباء فإن طريقة التصوير هذه متعددة الخيارات أي أنه يمكن تطبيقها على الكبد وتصوير الغدد اللنفاوية عند العنق وتحت الإبط يساعد التشخيص الدقيق في الكشف المبكر عن سرطان الثدي مما يضمن العلاج والشفاء التام من هذا المرض لكن ورغم التقدم الطبي في الكشف عن سرطان الثدي لا يزال الأطباء وخبراء الصحة يعولون على مدى وعي النساء بهذا المرض وبأهمية الفحص الذاتي ودوره في الكشف المبكر عن سرطان الثدي يصعدنا أن نرحب معنا في الستوديو باختصاصيات الأشعة دكتورة ميرنا غنوم دكتورة أهلا وسهلا فيك صباح الخير صباح الخير يعني اليوم نتحدث عن طرق وأساليب جديدة بالكشف عن سرطان الثدي كما تحدث التقرير الذي أعدته زميلة سلام نتحدث اليوم عن الإلاثتوغرافي يعني ما هي تحديدا هذا التقني؟ الحقيقة أول شيء ما نصبح على الكل نحنا منحب نقدم كل جديد وكل شيء توصل له العلم والتكنولوجيا بالإضافات للأجهزة اللي موجودة عنا الحقيقة طريقة الإلاثتوغرافي هي عبارة عن إضافة نوع جديد من الأشياء لجهاز الإيكو الصنار العادي مثل ما منعمل إيكو دوبلر منستعمل الدوبلر لدراسة الأوعية رح نستعمل الإلاثتوغرافي لدراسة أساوة الكتلة اللي عم نشوفها على شاشة الإيكو يعني نحنا هالطريقة الجديدة بتخلينا نقيس أساوة الكتلة اللي شايفينها على الشاشة مع قساوة النسيج الطبيعي والجهاز بيعطينا حسابات وجداول لحتى نقدر نعرف أنه هالكتلة هي متجانسة مع النسيج اللي حواليها ولا هي أقسى منه ولا هي صاس بشاس مثل ما بنقلة كتلة لازم نشك فيها لازم نعملها خزعة لازم نعملها إجراء تاني عادة منعرف أنه الأورام السرطانية بتكون زاد طبيعة آسية يعني أقسى من النسيج السديق الطبيعي فلما بتكون الأرقام عالية اللي بتطلع عمنا على الشاشة فنحنا منتوجه أنه نشك أكتر بهالكتلة أنه نعملها خزعة أو نعملها ممكن رانيم مغناطيسي مامو جرام نرأبها لفترة وإذا طلعت الأرقام كتير منخفضة ومتجانسة مع النسيج اللي حواليها فممكن نرأبها بعد فترة 16 طيب دكتورة يعني إحنا لازم ننوه أنه هذا الموضوع مهم جدا للرجال والنساء لأنه قد يتعرض له أيضا الرجال موضوع السرطان الثدي طبعا هل تناسب هذه الطريقة كل سيدات ولا هناك محاذير معينة لا يمكن استخدامها لسيدات يعانينها من حالة تختلف لا طبعا هي بتناسب كل السيدات وكل الأعمار وبتناسب السيدات والرجال كمان هلأ الإلاستوغرافي ما بس منستعمله للسدي منستعمله كمان للكبد بيساعدنا كتير خاصة بالحالات منعرف شائع كتير تشحهم الكبد أو شحهم الكبد ممكن دخلنا بموطوع تاني بس بتساعدنا كتير على أنه نحدد إذا هالكبد هالخلية الكبدية رح يصير فيها تليف بالمستقبل رح تنقذى الخلايا الكبدية لأنه هاي أشياء طبعا ما منقدر نرجع فيها ونعالجها فالإلاستوغرافي هي عبارة عن أوبشن جديد بجهاز الإيكوغرافي مثل ما كنا شايفين بالريبورتاج بيساعدنا على أنه نعمل قياسات معينة للكتل اللي شايفينها على الشاشة طبعا بيفيدنا بالسدي كتير بالكبد مثل ما قلنا وبكتل وعقيدات الغدد درقية دكتور ميرنا نحن اليوم في أي مرحلة نستخدم هذا التقنية عادة تنصحون بالكشف المبكر خاصة عند النساء يعني ابتداء من عمر الثلاثين إن كان بإمكانهن القيام بهذه الصورة ولكن هل هذا قابل الماموغرافي ولا بعد الماموغرافي؟ طبعا الإلاستوغراف نحن منبشر فيه فورا لما عم صور أنا الست أو عندي حالة بالعيادة وشفت أنا كيسة أو تليف شكيت فيه فورا من الجهاز بقدر استعمل طريقة الإلاستوغرام وأعمل إياسات اللي أنا لازمت لي نحن مثل ما قلنا من قبل بحلقات قبل إنه الإيكوغرافي أنا كتير بشجع عليه من بعد عمر 30 سنة يعني إذا فيه إمكانية إنه ينعمل سنويا بيكون كتير منيح خاصة للسيدات اللي عندهم قصة بالعيلة كتير لهلأ بيجيني يعني خلال الأسبوع الماضي شفت أكتر من حالة سيدات عندهم قصة بالعيلة للوالدة أو الإخوات أو الأقارب وما ننكشفين لسه ولا عاملين أي نوع من التصوير طبعا بالصدفة ممكن نشوف ألياف أكياس أوقات حتى منشوف أشياء بتشككنا فلو ما أجت على العيادة بالصدفة لعرض معين ما كان خطر لها يمكن أنه هي عندها قصة بالعائلة ولازم تفحص أكتر من غيرها فنحن كتير منشجع على الإيكو بعد 30 سنة الماموغرام بعد الأربعين بالنسبة للإلاستوغرام بس نتعود نستعمله بيصير مجرد ما أشوف كيسة أو تليوف فورا يعني منستعمل هالتكنولوجي الجديد في أي مكان في الجسد؟ أكتر شي مثل ما قلنا للسدي والغطة الدرقية والكبد فمنقدر فورا أنه لحتى نطمن ونتمن المريضة لأنه نحن كتير أوقات مبارح مثلا كان عندي حالة لست عندها قصة بالعائلة وشوف التليوف قديم ومتنخر ومنه متجانس وحوافه متعرجة ففورا بالإلاستوغرافي أخدت الأساوي تابعه مع النسيج اللي جنبه وعطاني أرقام كتير من خفضة فأنا فورا بقدر أطمن أرتاح شوي وأطمن المريضة بس طبعا بدي أكد كمان أنه يعني هو ما نفحصها المية بالمية للتأكيد لكن بيوجهنا خلينا نقول بنسبة سبعين بالمية أنه نحن نطمن أكتر أو لازم نعمل أشياء تاني ففورا أنا سبوت من أين وحال شكيته تأخذون عينة أو خزعية من الدراسة؟ أو أي إجراء تاني يعني عينة أو أشياء تانية ممكن نعملها حسب عمر المريضة طبعا وحسب الكيس اللي شايفينا وحجم الكتلة وحوافه أشياء كتير من ندرسها بس أنه بالنهاية نحن بهمنا أنه نطمن المريضة فورا ونحن نطمن كمان لأنه بالآخر كل المرضى هنه مسؤولية بين إيدينا فلازم نقدم لهم أفضل ما يمكن تعرفي دكتورة في تحدي أكبر لربما عفوا بأمام الكشف عن سرطان الثدي هو وصول المرأة لمرحلة الفحص يعني لسه لليوم نحن عم بالنادي ونحكي ضرورة الفحص الدوري وضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لبدء العلاج عم بتشوفي أنه تحسنت الأمور في السنوات الأخيرة في استجابة عند المرأة صار في جرأة أنه تتوجه وتفحص على الأقل سؤال كتير حلو طبعا بتشكرك الحقيقة أكيد كل هالمجهودات اللعب تنعمل بوسائل الإعلام وكل الدعايات والتلفزيون والراديو والمؤسسات وكل هالكامبينز والأشياء والمحاضرات كلها بتساعد بس لسه في عنا العامل الأساسي اللي بيخلي ست أنه هي ما تجي وتفحص حتى لو بتعرف أنه لازم هو عامل الخوف الخوف والألأ من أنه أنا ما بدي أفحص وجع راسي وحتى أوقات اللي هلأ بشوف أنا حالات متأخرة لكتل كانت حاسستة أوقات لسنة أو سنتين يعني ما زلت عم شوف هاي الحالات طبعا قلت كتير عن قبل بس منقول عامل الخوف والعامل الأساسي اللي هلأ عم يخلي ست تأخر بالفحص دكتور أميرنا شكرا جزيلا على حضورك معنا وعلى هذه المعلومات القيمة نحن دايما يعني بانتظار كل جديد لديكم اختصاصية الأشعة الدكتور أميرنا غنوم شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك